نضم لنا من فرجينيا دكتور عقيل عباس البحث في العلاقات الدولية دكتور أهلا بك معنا موقف أمريكي واضح عن الاشتياح البري إذن يبدو أن الولايات المتحدة تبحث عن من جهة حصد ما تريده من تقليل خطورة حركة حماس ومن جهة أخرى تجنب توسيع الجبهة أليس كذلك دكتور؟ شكراً لكم على هذه الاستضافة بالتأكد الولايات المتحدة تريد حصر هذا الصراع فقط بين حماس وإسرائيل أيضاً فكرة الهجوم البري الواسع بتصور اعترضت عليها واشنطن وزير الدفاع الأمريكي أوستن قال في المناقشات الداخلية في البيت الأبيض أن الفكرة غير مقنعة لا يوجد هدف واضح قابل للتحقيق من وجهة نظر عسكرية تقنية وبتصوري إسرائيل جاءت باستراتيجية جديدة وهي الدخول البري المحدود مناطق محدودة ثم الانسحاب منها وصولاً إلى تفكيك حماس عبر الوصول إلى الأنفاق وما إليه هذه الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية إذا قدر لها النجاح ستحتاج وقتاً طويلاً بعكس فكرة الهجوم البري يعني الحدث الواسع والكبير المشهدية الواسعة والمرتبطة به هذا لن يحدث ضربات برية محدودة ليلاً ثم يتم الانسحاب ثم تتكرر في مواقع أخرى من أجل جعل حماس تفقد توازنها لأنها لا تستطيع أن تعرف من أين سيأتيها الهجوم على الأقل هذه هي الفكرة السائدة الآن إسرائيلياً وواشنطن تفضل مثل هذا الأمر تجنباً لخسائر بشرية كبيرة لحملة جوية كبيرة يسقط فيها فلسطينيون مدنيون كثيرون وهذا يسبب لها حراجاً وقد يقود إلى ضغط لوقف العمليات العسكرية عبر وقف اطلاق النار وهو أمر ترفضه واشنطن وتل أبيب لحد الآن من الجانب الإيراني أنقل مسألة مهمة حتى سمعنا إبراهيم رئيسيا الرئيس الإيراني يقول أن الولايات المتحدة نوعاً ما تبحث عن النقدين من جهة تحاول أو الطلب من إيران أو إقناع إيران أو حث إيران على عدم الدخول عبر أذرعها في المنطقة وتحديداً الجبهة الشمالية ومن جهة أخرى تعلن دعمها الكامل وأعطاء إسرائيل الحق في ارتكاب الجرائم وأن توسع قصفها على المدنيين في غزة جمع النقدين هذا إلى أين سيأخذ في نهاية المطاف دكتور؟ يعني ربما صعب القول أنه جمع بين النقيضين الولايات المتحدة وجهت تهديداً صريحاً وواضحاً لإيران علنياً عبر الإعلام يعني قاله الرئيس بايدن وأيضاً بعثت رسائل سرية يعني هناك من يقول في واشنطن أن ما تقوم به إدارة بايدن هو محاولة ترويض إيران وعدم استفزازها بمعنى أنه هناك أدلة واضحة لدى الاستخبارات الأمريكية أنه إيران داخلة بشكل قوي وصريح في ترتيب عملية غزة في السابع من أكتوبر لكن الإدارة الأمريكية إدارة بايدن لا تريد أن تثير هذا الموضوع مع إيران لأنه هذا يفرض عليها واجبات مواجهة إيران بالعكس هي تريد أنه تقنع إيران بعدم الدخول في هذه المواجهة السعي الأمريكي هو حصر المواجهة بين إسرائيل وحماس وإبعاد الأطراف الأخرى لكنه بعيدا عن الإقناع الولايات المتحدة نشرت ما يكفي من قوة بحيث تستطيع أن تردأ إيران والمقامة في ذات الوقت أيضا إيران يعني تعيد النظر بحساباتها لو نلاحظ الخطاب الإيراني خطاب يميل إلى المهادنة بمعنى تعرض إيران أنها تتوسط بقضية تبادل الأسرة تتجند استفزاز الولايات المتحدة عبر إثارة إمكانيات عسكرية الخطاب الإيراني عموما يتحدث عن أنه ستكون هناك ردود أفعال إذا استمرت العملية العسكرية إذا سقطت المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وهذا خطاب عام في الجانب الآخر يعني أنا لا أعتقد الولايات المتحدة تدعى من سقوط مدنيين فلسطينيين هي حقيقة قلقة من هذا الموضوع وتحذر منه كثيرا لأنه هذا يمكن أن يكون قنبلة سياسية تنفجر دكتور نقطة أخيرة ولو باختصار مسألة كيف تقيم اليوم الولايات المتحدة الإدارة الإسرائيلية للحرب هل إلا ربما الولايات المتحدة لا إذا ما صح التعبير توافق على كيفية الإدارة العسكرية الحالية للحرب في ظل ما يحدث من تطورات في غزة وفي غلافها أعتقد لا توافق عليها تختلف مع إسرائيل تبدي اعتراضاتها على إدارة هذه الحرب لكنها لا أتصور تفرض إسرائيل من جانبها بالذات حكومة نتنياهو تستمع للإثارات الأمريكية بهذا الصدد لأنها تعرف أن الولايات المتحدة هي الدعمة الأساسية والرئيسية لها وإذا فقدتها سياسيا فهي ستفقد الكثير أعتقد التطور المهم هو أننا سندخل أو بإزاء الدخول في صراع واطئ الفعالية وليس حربا واسعة مكثفة مركزة تحدث خبر بضعة أيام أو أسابيع وبالتالي نحن بإزاء يعني انتظار طويل واستمرار لهذه الأزمة على نحو هذه الرغبة الأمريكية ويبدو أن إسرائيل ذاهب مع هذه الرغبة بأسباب مختلفة شكرا شكرا جزيلا لك دكتور عقيل عباس الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من فرجينيا شكرا لك اشتركوا في القناة